تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة قيام ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران باقتحام مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء بالجمهورية اليمنية الشقيقة واحتجازها عدد من الموظفين المحليين العاملين فيها ونهب وتخريب ممتلكاتها في عمل إرهابي مرفوض يعتبر انتهاكا صريحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية واعتداء على أمن وسلامة مبنى السفارة وطاقمها وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقا واضحا لحرمة وحصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية مطالبة بضرورة الإفراج الآمن عن الموظفين المحتجزين والانسحاب من مبنى السفارة فورا